الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنوار الأول الحيد وهذا معروف وهو كالنفاس الثاني الستحاد الثالث من الدماء التي تصيب المرأة النزيف النزيف دم النزيف هي مثل المرض نزيف الثالث من الدماء التي تصيب المرأة إذا كنت تتكلم عن مجموعة كنت تتكلم عن مغم وقت لا تتكلم عن الاجلي من الاجلي لكي يمكن أن يقول يوم حيث أو يوم طهر لا يمكن أن يكون هذا إنه يمكن أن يكون مداما يقول إنه يكون ممسا ثم يكون ممسا و أعلم أن الناس في هذا المكان يكون النساء ثم يكون مداما بعد أن تطهر المرأة من حيث أو النفاس بعد أن يكون مداما ممسا بكثير الدم الذي ينزل هذا استحاذ نعم